المفهوم العلمي والنفسي للتعلق المرضي عند الأطفال ده حاجة من اللي احنا قلناها أنا ومحمد ولا كبرنا الموضوع لا خلاص ما كبرتوش الموضوع بس يعني يمكن ده النوع معين من أنواع التعلق المرضي الموجودة لأنه فيه ثلاث أنواع مختلفة بس يعني نبتدي بأنه هو يعني ايه تعلق أساسا هو التعلق كمبدأ هو أنه كلنا أول ما بنتولد أي مولودة أنا فكرة مش بس البني أدمين يعني حتى إيه من الحيوانات الساديات أي مولود بيبقى لما بيتولد بيبقى ضعيف جدا وبالتالي بيبقى محتاج أن هو يتعلق بحاجة بآخر عشان يعرف ينجو في هذه الحياة عشان يعرف يسيرفايف في هذه الحياة وبالتالي هو التعلق كمبدأ هو حاجة كويسة فيه تعلق صحي هو ده اللي احنا بنحتاجه عشان نعرف ننجو في هذه الحياة ولكن هذا النوع من التعلق الصحي بيبتدي أولا من الأهل لأنه لو الأهل نفسهم أساسا نوع التعلق بتاعهم مردي بسبب تربيتهم بسبب وتفر فهما أساسا عندهم مشاكل في علاقتهم هما شخصيا كأب وأم عموما فبالتالي ده حيث يطلع برضو في علاقتهم بأولادهم فالتعلق المردي يبتدي منه الأهل أساسا عندهم طريق التعلق صحية ولا لأ وبعدين نرجع بقى أنه هيعرفوا يعلموا ده للأولاد أو يوصلوا أولا خليلة يبدأ من عند الأهل يعني حبهم أو تدللهم لأطفالهم بيكون زيادة فبالتالي السبب والمشكلة في التعلق لمردي تبدأ من الأب والأم أولا يعني هتبدأ من الأب والأم ومعدين هتبتدي تبقى بتزيد لأنه هو الطفل بيتعلق عشان خاطر ياخد أو تلبي احتياجاته هو بيتعلق بالآخر عشان يلبي احتياجاته العاطفية واحتياجاته المادية عشان يعرف ينجو وبالتالي هو لو لقى أن الشخص اللي أنا بتعلق به عنده مشكلة في الطريقة التعلق دي يعني هو الشخص اللي أنا بحتاج من الآخر اللي أنا بتعلق منه أو اللي بيقدم لي المقدم الرعاية الكيرجيفر بتاعي يعني أنه هو يبقى بيلبي احتياجاتي مثلا أنه لما عيطي ما بيجيلي لما احتاج أكل يأكلني عشان أعرف أصر بيدي يقولي حاجات منطقية منطقية بالمفروض أنه أنا معيط وأنا ما بعرفش أتكلم هعبر إزاي مش حكتب مثلا فلازم أعمل أي شيء يقول اللي قدامي سعيدني ده حقيقي وعشان كده حتى هما بيقولوا أنه الطفل بيبتدي تعلقه الصحي بأنه هو يحس أنه هو أساسا مرحب به كطفل زي ما هو ففي ناس كتير للأسف ممكن تبقى في العداد بتاعتنا أو في الكلش بتاعتنا أنه هو مثلا لو الطفل جي بنت مش ولد يبقى هو مش مبسوط فالطفل مش مرحب به لو الطفل جي عنده مشكلة صحية يبقى الأهل مش مرحبين به يعني في قصة لطيفة قوي في الموضوع ده أنه في عالم الحيوان يعني الفيل اللي بتولد الفيل اللي ما بتيجي تولد كل الفيل اللي في القبيلة بتاعتهم بيقفوا حواليها البنق الستات بحيث أن الطفل أول ما يتولد ويقع على الأرض كل الستات دي بتخبطوا بزلومتها عشان ترحب به أنت مرحب بك زي ما أنت فدي من الحاجات من القصص اللي كانت لطيفة يعني اسمعتها بده الحاجة الثانية أنه الطفل محتاج يبقى شايف أنه من حقه يعبر عن مشاعره ومقدم الرعاية أو الأم أو كده أبلا بكل المشاعر دي لس لنا هنا وقفة أسمع أنا بقى التعبير عن المشاعر دي أبتدي أقلع هندخل في تربية إيجابية وعبر عن نفسك ونفضل نسمع كلام ونفضل نتحكم إحنا في نفسنا وهم المولاد دي يفضلوا ينفجرون فيه عدى حادخلي في الكريم دي أبدا حادخلي للأسف نعم حسن هي الفكرة إنه التعبير عن المشاعر الطفل محتاج يبقى عارق هو الطفل دي لسا بيكتشف أساسا يعني أي مشاعر فهو لو أنا برفض أي مشاعر هو بيطلعها المشاعر الغضب مشاعر الحزن أي مشاعر هو بيطلعها لو أنا رفضتها حيبقى الطفل شايف انه دي حاجة غلط وهي ليها لازمة فهو لو شاف ان هي حاجة غلط بيقرر يكتمها عشان هو محتاجك عشان يعيش ومحتاجك عشان يسيرفايف فلو انتي رفضت ده يبقى انا مش عارف اذا انتي ممكن تتخلي عني فانا بقى مش موجود فلا خلاص مش لازم نحس ده فده بيؤدي الى نوع من انواع التعلق المرضي